السلام عليكم معاكم مصطفى حبيت النهاردة اشرح لكم ازاي نقدر نعمل بيرنج او طوافق لسماعات البلوتوث الصينية اللي هي ممكن مشهورة باسم سبورت وارلس بلوتوث تمام في شركات كتير صينية حتى ممكن ما نبقاش عارفينها اوي جبتلكو او نموزاجين حتى معمولين يعني حتى شركتين مختلفتين وهم قريبين من نفس اسلوب التصميم الماركة اللي احنا شايفينها ماركة اسمها جي بلو والماركة التانية اسمها اوكي بس انا قابلت المشكلة دي ودورت عليها على اليوتيوب بالاسف ما لايتهاش فقلت انا الحمدلله وصلت للحل بالصدفة فحبيت اشرح لكم ازاي تقدروا تحلوا هذه المشكلة طبعا مبدئيا نازم بس نفهم الازرار اوكي بصوا في زرار كده اللي هو بتاع الباور بيبقى احيانا بيبقى عليه علامة السماعة بتاعت التليفون اوكي هو هنا في الجي بلو ما علوهش لا اي 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 رامز او اي حاجة وعندنا المخرج بتاع اليو اس بي او الوارلس تمام وعندنا علامة علامة سالب وموجب حاول بس اصور هاركوا كويس تمام في الموجب تحت اي اي والسالب فوقها تمام بنفس الموضوع في بعرضه شلي ب هش سماعة الشبيهة انا برده بالمناسبة لما جبت جيب لوليتها عاملة نفس الديزاين ده تمام وفيه سماعك كتير بنفس الستايل بس هلنلاقي برضو علامة الزرار طويل كده عليه بلاس ومينس سر بقى كله في الزرار اللي هو الطويل العريض ده اللي هو عليه سوريزا نحسب بطلقوا الفوكس بس الزرار اللي هو عليه بلاس ومينس او سالب وموجب هو ده بقى اللي بيعمل البيرنج بيدوس عليه دوسها طويلة لو انا خطت السماعة لو ادني هلاقيه بسمع كلمة بيرنج حسب طبعا كل نوتيفيكيشن ساوند لكل سماعة او ماركت او كي بتعمل صوت كده عامل زي صوت النوتيفيكيشن اللي رنة يعمل الصوت حد بالكلب سماعة جبلو بس مع كلمة بيرنج اوكي فبرضو نفس الموضوع هنا بدوس بدوس على الزرار العريض ده ما بدوس الاسالب ولا موجب بدوس في النص هنا دوسة طويلة شوية تمام ان شاء الله يعمل بيرنج ويبتدي يعمل التوافق ده تمام معلش هكت عمله يعني ادور على طريقة في التصوير ان انا اجيبلكو الشاشة بس باختصار كده بقفل تاني كده بسرعة بكون قافل البلوتوث الاول قبل ما شغل السماعة ام شغل السماعة من زرار الباور تمام هيتدي يديلي فلاشنج باللون لا زرق تمام بعد كده شغل البلوتوث بتاع الموبايل اوكي بعد اما شغلت الباور ولاقيت الفلاشنج نازرة بدأ يشتغل تمام طبعا السماعة لو علاودني هسمع باور اون ام مشغل البلوتوث لو السماعة لسه متقاردش باسمها طبعا بيبقى بالموديل اسم الموديل تمام اا يجيب له مابيكتب له ليش يجيب له في الليسته بيكتب لي حسب موديل الموديل دي بتاعتها اص 13 OL Sherlock ف Set değ فطبعا ممكن متظهرش السر بتاعها هو ايه بقى الزرار الطويلة تمام اول ما بعمل اكتيفيشن او تنشيط لبلوتوث بدوس دوسها طويله على الزرار في نص الزرار كده تمام يعني ولا ناحية السالب ولا ناحية الموجة بدوس على النص دوسة طويلة يعمل بيرنج هي اسمع كلمة بيرنج وبالتالي ابتدي اشوف كلمة اس 13 او اس 3 اس 13 على في الليست بتاعت بلتوس لو انا بقى لسه ما لايهاش اعمل بحث على المدخلات اللي هي او الاجهزة المتوصلة بالبلوتوس لو برضو لو لسه ما لايهاش بدوس على ده في النص اكون مشغل بس الباور الاقي الفلاشنج منور ازرق بدوس عليه دوسة طويلة تمام الاقي بالمناسبة كمان ابتدي ادي فلاشنج ميكس ما بين الازرق والاحمر كده ده معانا ان اعمل بيرنج ببتدي ادوس على ااا بتتتش طبعا على الرقم الموديل